طيب مين بقى الفرق اللي تأهلت ليه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تعالوا أقول لكم بعد كده هتكلم شوية على مطش ليفربول وريال مادريد عشان عايزة تكلم شوية حاجات ليه علاقها بالشكل الفني النهاردة تعالوا نشوف اللي ساعد خلاص ليه ربع نهائي دوري أبطال ريال مادريد ونابولي وميلان وإنتر ميلان وباير ميونيخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي ومانشستر سيتي وبنفيكة البرتغول فيها كمان عامل أداء خرافي جدا في هذه البطولة وفي الدوري بالمناسبة لأوراة الدوري الثمانية أوروبا نهاية دوري أبطال أوروبا هتكون يوم الجمعة القادمة وأعتقد أعتقد هم شايفت مين اللي حط ريال مادريد قدام نابلي عشان حاسي نريل مادريد هلاعب نابلي في الدور القادم يعني شكلها طيب النهاردة يورين كلوب وكارلو أنشيلوتي عملوا مباراة كبيرة جدا عملوا مباراة محترمة جدا تاكتيكس خرافي النهاردة يورين كلوب نزل بطريقة لعب 4-4-2 كانت تتحول في كثير من الأحيان 4-2-4 ولعب بالرباع الهجومي جاجبو وجوتا وصلاح ونونز صحيح ما كانش فيه فعالية صحيح ما كانش فيه أهداف بس في المقابل هتلاقي أنشيلوتي قالك طب أنت هتلاعب 4-4-2 طب أنا 4-4-2 أنا زي زيك لعب 4-4-2 بس بقوة في وسط الملعب أكتر من وسط الملعب الدفاع أكتر منها هجوميا لعب بفالبردي ولعب بكابافينجا ولعب أيضا بمودريتش وكل اللاعبين النهاردة بتواريان المدديد كانوا بيشوتوا على المرمى كانوا بيشوتوا على آليسون آليسون النهاردة تقلق بشكل مودريش وكرتوا برضو تقلق جدا على الكوراتوريلا اللي وصلت له عموما ليفربول تحسوا أنه بدأ يفوق بس فأه متأخر متأخر قوي موسم بيخلص خلاص ليفربول في أسوأ حالة ممكنة بس بيفوق بيرجع للشكل بتاعه للشكل بتاعه الطبيعي اللي غاب طوال هذا الموسم طيب